اخبار اليوم اصحاب السعادة السفراء والروساء الموجود السادة ومناء عدد احداث العربية السادة عبارة الدول الكرام السيدات والسادة الغبور السادة الاعلامين لداية نسمع لي ان ارحم محضراتكم جميعا في بلدهم الشقيقة مصر وانو اعطر لكم عن التمنية البالد وققيران الجن بشرف لطيكم في هذا الهدد الهام وتمنية ان احضراتكم جميعا التوفيق ولبلادنا وشعوبنا الرفعة والسفو قابلين من الله ان يقلل من جودنا في رجاح لسبيل محبيب امالة ومحار شعوبنا العرمية اعطل هذا المتمر الهام متزامنا مع احتفالات مصر بنصر اكتوبر العظيم وتم الاحتفال بالامس بعيد القوات البحرية والذي شهد تشريف من حضر من السادة في وزراء العرب وللقائم مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجاءت تلك الدعوة الكريمة من سيادات الرئيس انما تطبيرا وتعبيرا من عقاد هذا المتمر واحتفال مموذيكم بين اخباتكم من كمورية المصر العبورية وأوضل لحضراتكم التحقيقات والذي من النهاية ولرجاع هذا المتمر وتبتنب هذه الفرصة لأتودها بالشكر لمعاني سيادة وزراء النقل العرب على عملية الدوء والجادة للرفع من كفاءة قضاع النقل بالعالم العربي وجعله أداة فاعلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الشعوب العربية وتمنى لإدفاعنا المجاحة وإخدار التوصيات المناسبة بعد بحث وكناول كل ما يتعلق بتعزيز العالم العربي المشتركات لتطويل جزء النقل وتوفيل الشبكات والرق بينها وتسهيل إجراءات الحركة ولط لنقل المضائع ومنطول الأفراد فقد اجتمع بالأمس المتمر التركيلي لمجلس المؤثر وقد قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة الفنية للمجلس مشهورين بإعداد المنوعات المعروضة والتي تنمرت في مجالات النقل البنية عملت أوراق العامة المقدمة وفي مجال المنطل البحري السيرة في مهلية المشروع المنطل البحري وفي مجال المنطل الدولة على أوراق العامة المقدمة